مبادرة لتطوير أداء العاملين في مجال العمل الخيري ترجمتها اتفاقية مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية يدرب الشخص المتطوع سواء كان متطوعا أو موظفا في جمعيات العمل الخيري على أساسيات التطوع أساسيات العمل التطوعي في مجال الخير وكذلك على البعد الاستراتيجي والمتابعة لأن نحن نبي تزداد ثقة المجتمع الكويتي بجمعياته الخيرية حتى تزداد إراداته حتى تنعكس انعكاس إيجابي على دولتنا دولة الكويت العمل الخيري عهد أخذته الكويت على عاتقها ماضية به دون توقف جميع الدول تشهد على ذلك بأن لو جبون الكرة الأرضية وتحطون أي دبوس تلقون على عمل خيري من أعمال الكويت سواء الجمعيات الخيرية أو حكومة الكويت أو الصندوق الكويتي للتنمية أو الصندوق العربي فبالتالي مفضل الله سبحانه وتعالى عندما يطلق الأمين العام من الأمم المتحدة على أن الكويت مركز إنساني ما جاء من فراغ وإنما جاء حقيقة واستحقاق لهذا العمل التي تقوم فيه الكويت وأهل الكويت والشيوخ الكويت حماية المؤسسات الخيرية ومساعدتها في تقديم الدعم والخير للدول المحتاجة وتنظيم هذا العمل هدف المبادرة التي تسعى لتعزيز مهارات التطوع في نفوس العاملين زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس